بس انا وانا بفرج على البنك الاهلي في معظم انا فقط على البنك الاهلي كتير الموسم ده معظم امبارات البنك الاهلي عنده كوهة هجومية محترمة يعني عنده لعبين هجوميين مميزين جدا حتى على مستوى الاسلامية حتى لو غيبوا على المستوى بس انت عندك كوهة هجومية كبيرة بس النحية التانية كان فيه مشاكل دفاعية كبيرة سواء مع كابتن خليد جلال او حتى مع بابا فاسيليو هل بتفكروا الموسم اللي جاي في تدائمات لخط الدفاع؟ طبعا هو بالتأكيد دي ملحوظة مهمة جدا وده اللي كان يعني كان بيأزينا في النقط ايوه انا كنت متقدم ومتقدم مسلا اتنين سفر زي ماتش الاتحاة متقدم اتنين سفر غاد شد تاني انا خرجت الماتش خسران تلاتة اتنين ماتش المحلة كنت كسب اتنين تلع اتنين اتنين ايوه ماتش اسوان كنت كسبان واحد في الدور الاولاني فطبعا دي ملحوظة مهمة جدا ويعني وحنا يعني المدير الفني وجاز الفني اشتغل عليها ووصل لشكل برضو للدفاع دلوقتي كمنظومة تحسن تحسن كتير ولكن كافراد اكيد محتاج تدعمات تحسن كتير لكن اعتقد ان هو انا برضو مش عايز موضوع التدعمات ده يبدأ من عندي كعضارة عايزه يبدأ من عند المدير ايوه بس انت برضو خلصت مع ايمن اشرف لكن طبعا لا ما خلصناش لسه انا مخلص بنعلن يعني وصلت للدفاع اسلحنا لو خلصنا احنا كلمنا ايمن اشرف انا برضو انا عارف انا عارف الست اللي هو اللي احنا نفضل نعمل كده مع بعض بس يعني على قد ما اقدر لا لا خالص اخذ اللي انا اقدر عليه انت عارف حاجة احنا انا انا ببقى متفاهم انه انت كادارة بتشتغل وممكن مسك الجهاز الفني يقول لك ايه انت تشتغل كادارة مع ايمن اشرف او غير ايمن اشرف في جهاز الفني يقول لك لا تبس انا مش عايزه بس انت بتحول يعني زي بيقوله ايه تأمن لأي انا اصتي فيه انت عندك كام نادي بيشتغلوا معاك بس انا ح representing انا من النوع اللي انا ما بعلنش حاجة اه إلا لما تتم لما تتم لما تتم اي حاجة لما تتم يعني اي خطوة لما تتم بنعلم عنها بس اي من اشرف لكن هي ممكن ما تتمش اه اي من اشرف في اهتمامات النادي اه طبعا في اهتمامات النادي يعني من العيبة اللي هي ممكن تباه not 자동 احنا بالتأكيد انا اتخيل من واقع المشاهدة إنه هو هيحتاج تدعمات في الثلاث خطوط الدفاع وسط بالسنة برضو بتسيبه هو اللي يختار هاي من أشرف ممكن يبقى صفكة وحيدة في الدفاع ولا ممكن يبقى فيها أسماء تانية ما هو على حسب هو هيطلب بني إيه بقية الخطوط أنا عن نفسي مش عايز يعني عايز أعتمد على الكيف وليس الكام هاي ده ممتاز أنا عايز خمسة لعيبة خمسة لعيبة كواسية قوي يعني يبقى كل اللعيب اللي هيجي يبقى مؤثر في المركز بتاعه أنت كإدارة كرئيس نالي هتروح تقول للمدرب مسلا يعني أنا عندي باضجيت مسلا أو أنا حاطت خطة لخمس صفقات جديدة اتفضل اختارهم وهقول لحطهمي بالأولويات يعني حطهمي بالترتيب انت مسلا عايز ده بن مر واحد ده بن مر اتنين ده بن مر اتنين ده بن مر اتنين ده بن مر اتنين أربعة من خمسة ودول يغطو لك احتياجاتك عشان بردو ما بقاش هو هزا العدد أو هزا الكم ميغطوش احتياجاتك مش كده هي بتيجي برضه من عنده. اه. وانا بقوله يعني ايه وجهة نظر الادارة. اه. وامكانيات الادارة في طلباتك. اه يعني اه احلم وتمنى. اه. انت احلم وتمنى. اه. وبعد كده اقولك الحلم دوت اه. اه نقعد كده مع الواقع. اه بزرطي جد. انت بتحلم دوت مسلا بمئة مليون جنيه. اه. فيحنا يعني احنا هنعملها اولويات. اه. هنعملها طبعا هو نحاول لغطيله نسبة كبيرة جدا من احتياجاته. لان يعني مع مع وجوده وجود الجهاز الفني كله بصراحة. يعني عايزين السنة الجاية نبقى مختلفين. ويبقى الطموح بتاعنا ما يبقاش طموح. ولا يبقى احلام يقظة. ينزل على الارض الواقع. وانحققه بازن الله.